بسم الله الرحمن الرحيم نشوف أسئلة تحقق من فعمك السؤال الأول اللي هو 2A يعطيني قيمة A سالب 6 والB 4 والC 8 إذا نجد الآن بيتر بي سالب 4C وهذه السابق فالبي تربية 16 سالب 4 في سالب 6 في 8 وهذه يضع لها 202 في 8 وهذه أكبر من الصغر إذا نمسق قطع زال طيب نشوف السؤال الثاني 2B قيمة A 4 والB 3 والC 0 إذا نجد الآن بيتر بي سالب 4AC وهذه السابق 9 سالب 4 في 4 في صفر حيث يساوي كم 9 وهذه أكبر من الصفر إذا نمسق قطع زال طيب السؤال الأخير 2C قيمة A 3 والB 0 والC 2 إذا بيتر بي سالب 4AC وهذه السابق البي تربية 0 سالب 4 في 3 في 2 وهذه يساوي سالب 24 وهذا أقل من A من الصفر إذا قد يكون قطع ناقص وقد يكون دائم الدائرة تشترط أنه A يساوي C والB يساوي 0 يجب أن تحقق الشرطين الشرط الأول أنه A يساوي C والB يساوي الصفر لاحظ أنه B يساوي الصفر لكنه A لا يساوي C إذا لا تمثل دائم نروح نشوف هل هي قطع ناقص أم لا القطع الناقص تشترط أنه A لا يساوي الصفر أو C أو B لا يساوي الصفر إذا نحض الشرطين هذه إذا تحققت فتكون A قطع ناقص لاحظ أنه تحقق هذا الشرط أنه A لا يساوي الصفر لا يساوي الصفر إذا يمثل قطع A ناقص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر